الممتف ديال اليوم في خطف واغتصاب وقتل والتجار بالمخدرات والهروب من السجن جوج ديال المرات وتكوين عصابة إجرامية واللي هز المغريب وخصوصا منطقة ديال الغرب في التسعينات من القرن الماضي وإذا نبدأوا على بركة الله وعيدكم مبارك سعيد سنة 1973 تزاد بن عيسى الغفار اللي غايت تعرف من بعد باللقب ديال الخنفوري في منطقة الغرب في واحد دوار سميته سوق جماعات الغرب اللي قريب من سوق الأربع الغرب تزاد فسط عائلة فقيرة اللي كتعيش من الفلاحة كما هو الحال ديال أغلبية ديال السكان البوادي كبر وتربى فسط المعاناة وقلة الشي والجال والأمية وزادها ما قراش بدك يتعلم الصلابة والإجرام مع البزناسة ديال الضوار دياله اللي كانوا معروفين بالتهريب ديال المنتجات والتجار في الحشيش ووقته كامل كان كيدووزوا معهم وكيدسخر ليهم باش يدوروا معاه ونهار على نهار بدك ينحارف وبدك يكميه ويشرب ويديرهم بسطاش وديما مضارب وجايب شكاوي وخاكن مازال مراهق والتسطاش العام بعد السلوكات الخيبة بدك يتعرف في المنطقة دياله وحتى الجيران والسكان المنطقة بدك تخاف منه في ذاك الوقت الموهم أخونا بقام فرعين حتى دردك 18 العام واحد من النهار كان كيسكره هو وصاحبه حتى نتشي صدع بيناتهم على شي فلوس وازدق مضارب معاه وزرب عليه بوحدة جنوية حتى تخسر ليه وجوه وخلاه شد في وجوه الخنفوري هرب وجبد عليها بتعليقة من بعد ممو جابت الخبار باللي ضرب والد من الضوار ونضط كاتر غبوا تزاوك في الوالدين ديال الضاحية ماش يسمحوا الولدها وبحكم انهم ناس دراوش وعارفين العائلة ديال الخنفوري حتى هوا ما دراوش يسمحوا ليه وداروا التنازل عند الجادرمية مراد الحديثة هذه الخنفوري غادي غبروا وما يبقاش كيبان بزاف الدوار الى حتى الوحد النهار غادي دير واحد المنتيف اللي غادي بدليه حياته في الدوار ديالهم كانت واحد البنت زوينة كانت تعجبوها لكن بما انه كان خارج الطريق فما كانت تكدية فيه وخا كان عياما يحاول يدوي معاه حتى الوحد النهار وهي راجع بحالها للدار من المدرسة خطفها صحة ودعها المنطقة خالية وتكرفس عليها ورجع بحاله للدار وكمل حياته عادي بحال ما كان ينويره حتى دا 6 اليام جاو الجادرم هزوه من داره مرمضات بيه البنت شيكاية واعتقلوه بتومتلي اختصاب ولاحوه في الحبس ديال السلاح حتى يتحاكم داس واحد المدة ديال شهرين وهي تجي موت زوره في الحبس وبدك النهار بالضبط غا يستغلوا بعض الحباساء هادك النهار ديال الزيارة باش يهربوا وفعلا غادي يصدقوا هاربين أخونا الخرفوري حتى هو معاهم ولكن تخيلوا معايا هرب وخمسة ديال الحباساء اللي كان بينهم الخنفوري من بعد غايتش بدور بها إلا الخنفوري المهم خونا الخنفوري أرجع للدوار وبدك يقصد الغابة باش يتخبه فيها وبدك يبيع في الحشيش والشراب ولا معروف سنة 1993 بدأ يخدم معاه البزناسة وسعف تيجارة دياله وهو ولد عشرين عام وبقى على هذا الحال لمدة عامين إلا حتتب البلاد القاضية عند الجندارم ومن بعد البحث عرفوا باللي الخنفوري كان في الضوار وبالضبط في الغابة اللي بجنب الضوار دخلوا للغابة ووصلوا فين كان بضبط القاوى ناعس مع رأساته وهو يمشي عنده واحد لاجودان اللي كان معروف عليه رجل مزيان بالكفاءة دياله وبشهود له يعني بالكفاءة وكان بغي يشدو باللاته هي أحسن هو يقول لها نوضى بن عيسى سلما رأسك راحنا مدورينك وما عندك فين تهرب المشكلة للخنفوري كان هزم معه واحد جويجة تحت جلاب يعني ما كان عارف عليه أولو لاجودان مسكين الخنفوري غير سمع صوت لاجودان هو يشوف في اليمن والشمال ما لقى تشي واحد من غير لاجودان واحد آخر كان معاه وناطم تيري في لاجودان بالجويجة وقتله في البلاسة هو يشدها بجرياء احتلقى رأسه مدور بالجندارم وشده الدواء للحبس السنترال من بعد ما تحكم بالإعدام أخونا الخنفوري غير دخل الحبس بدأك يخمم كيفاش يهرب من ثاني وفعلان بدأك يدرس وأي حاجة يضرب ليه الحساب ونهار على نهار بقى على هذا الحال حتى دازت عام ونص وهو كيخطط باش يهرب حتى أضبر في واحد المنشار أو السيقطة وبدأك يقطع في الشباك وكان معاه واحد في الشامر كيحضي له الحراس وفعلان قدر يقطع وجه النهار اللي غاد يهرب فيه واختار الليل باش يهرب ليه ولكن قبل ما يهرب قتل ذاك أخونا اللي كان معاه في الشامر باش ما يبرقيكش به وخرج من الشباك وبقى غادي بشوية بشوية بجنب الحيط في الظلام حتى وصل لباب وهو يلقى واحد الأساس من بعد ما غفله الساطع أنه يقتله بالجنوية كان هزا معاه والساطع يهرب من بعد واحد شوية دي للوقت يعني تبلبل الحبس كله وفاش القاو والأساس مقتور تلقوا الجرس دي للإنظار وبدأوا كيقلبوا في الشامر حتى تلقوا الخنفوري مكينش وتفاجئوا بخونا اللي كان معاه مقتول في الشامر الخنفوري من اللي هرب أرجع للغابة دياله وضبر على السلاح وقصد البزناسة اللي كيعرف والساطع في ظرف شهور أنه يكون عصابة قد تكون من المجرمين وخصوصاً من البحوت عنهم وهذه العصابة قد تتم تدمن قناة راح تلسي دي قاسم الخنفوري من مورها فرط ضرائب على الفلاحة يدفعوه ولا يحرق ليهم الأرض بحل ذلك الشي ديال المافيا وفرط ضرائب حتى على البزناسة يعني ذيال الشراب والحشيش وخرج قانون جديد وأنه أي واحد غي يبرقق به غيكون المأصير ذياله لموت وقدر يسكت الناس من بعد ما قتل واحد كان معاه في العصابة حيث كان بغي يبيع به خنفوري موقفش غير هنا وفرض على جميع الناس اللي بغي يتزوجوا يعني الناس اللي غاي يزوجوا ولادهم يعطيوها الفلوس باش يحميهم ويدوز العرص بخير واللي ما دفعش له غادي يخطف لها العروسة ويتعدى لها وهذا الشي اللي كان من بعد ما واحد خونه ما بغاش يدفع له وتحدى الخنفوري الخنفوري غير سمع الخبار وهو يجي لدك العرص واخطف العروسة صحة وشي ابناء كانوا في العرص ودهم معه وتكرفس عليهم ومن بعد ثلث ايام تلقهم القضية كبرات والخنفوري زاد في الطغيان دياله وسيطل على الغرب كله وحتى الجندار ما عرفوش كيفاش يشدوه حيث كان شاري برقاقة فسط الجندار مفلو الصحيحة اللي كان يدخل متجارة الممنوعات والسرقة والضرائب اللي كيشد من الناس بالزز واي محاولة ديال القبض عليه كان كي عرفها يعني اي خطة كتدار كي عرفها ومسبقان وكيدر لها الحساب فاش شكاوي بدوكي تزادو من طرف الضحايا اللي باللغو به خرجات واحد الفرقة متخصصة في محاربة الجريمة والعصابات وبدوكي قلبوا عليه وبدوكي فكو في العصابة ديال الخنفوري واحد بواحد وليش دوكي سنتقوه باش يعلمهم بالمكان ديال التواجد ديالو هنا الخنفوري فاش تزيار وحسب الله قربو يشدوه بدكي خمم يهرب من الغرب ويقصد الشرق ديال المملكة ويشوف كيفاش يدخل ويهرب الجزائر وذلك الشي اللي كان الخنفوري هرب وقدر يوصل المدينة بركان لكن غيوصل الخبار الامن باللي كان ينتمه والمخزن غادي يزيار عليه وبدو كيش يعني كيش دو أي واحد كيش بهله حتى وصلوا له وحاصروه وكان عليه بنت غايصفي هذا الواحد الضابط لكن ذلك الضابط هو اللي غادي يشدوه من بعد معاناة طويلة وهنا الغرب تعالنا من الخنفوري بعد عدة سنوات ديال الجرائم وبسبب الفرحاء كان ليدير ليلة ديال الشيخات من قوة الفرحاء والخنفوري تحكم بالإعدام تاني ورموه في السنترال ديال قنيطراء كانت هذه قصة في فضريفة وأضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته